بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنيات إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهنيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الهند الصديقة وعداء فخامتها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء بعثا سمو للعهد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنيه إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سمو خالص تهنيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية وأداء فخامتها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها كل التوفيق والسداد بعثا معالي فريق أول متقاعد شيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنيه إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سمو خالص تهنيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية وأداء فخامتها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة ترجمة نانسي قنقر